بسم الله الرحمن الرحيم وفضح من يقترفها والتضامن مع ضحيتها فكل طاغية مجرم ومتكبر ترافقه جريمة سجن الأبرياء والتعذيب والاضطهاد وسلب الحقوق الإنسانية فمن يمارس التعذيب يقترف جريمته لدوافع غير إنسانية كالتشفي والانتقام أو انتزاع اعترافات ومعلومات أو الردع والتخويف من الاستمرار في نهج ما أو محاولة ترويض الخصم وتغيير قناعاته فيما يعرف بعملية كي الوعي وقد يكون دافعه هذه الأمور مجتمعة لقد قضى التعذيب في السجون على مناضلين وأحرار كثيرين فقسوة السجان والقاتل واستخفافه بالروح البشرية واستحكام الشيطان عليه لهي أكبر من طاقة السجين وجلده وصبره على السياط وتحمله وسائل التعذيب التي تنهش في جسمه وعزمه وقد صدرت مواثيق دولية وعالمية كثيرة تحرم التعذيب وتجرمه طالبت من الدول والمنظمات والسلطات بالتعهد بحماية الأسرى من التعذيب ومن هذه المواثيق إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان ووثيقة جنيف لسنة 1949 والاتفاقية الأممية لمناعضة التعذيب وبالرغم من تجريم التعذيب وبيان بشاعته ومناقضته لأمن المجتمع والعدالة إلا أن هناك ما لا يقل عن 85 دولة بالعالم تمارسه بشكل فاضح ومنها دول كبرى تدعي حماية حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الديمقراطية وجريمة التعذيب في وطننا البحرين تعتبر من أكبر الجرائم التي اقترفتها العصابة الخليفية وبدعم صريح وواضح من قبل قوات الاحتلال السعودي والتي سقط على إثرها العديد من أبناء الشعب مضرجين في السجون فلم يكن الشهيد جميل العلي أولهم ولم يكن الشهيد عبد الكريم فخراوي آخرهم وإنما ترشح من سجون آل خليفة من جرائم تعذيب وشهداء هو النزر القليل من جرائم القبيلة الخليفية المجرمة عدوة الدين والإنسانية لقد استخدم الخليفيون التعذيب ووسائله بأبشع صوره فتفننوا وتلذذوا في تعذيب الأطفال والرجال والنساء بالحديد والحرمان من الأكل والنوم والاغتصاب والتحرش الجنسي ووضعهم في بيئة مليئة بالأمراض تفتقر لأدنى مواصفات الصحة والسلامة وإننا لا نعجب من جراءة العصابة الخليفية على الاستمرار في ممارسة القتل والتعذيب والتصفية الجسدية فهي تحظى بالحماية السياسية والجنائية من قبل الأمريكيين والبريطانيين ولو كانت العصابة الخليفية تمثل نظاما حرا ومستقلا عن إرادة الغرب لرأينا مطالبات أمريكا وبريطانيا وغيرهما بأن يمثل رموز الكيان الخليفي أمام المحاكم الدولية بسبب جرائمهم ولسمعنا من أوباما وكاميرون دعوتهم لحمد وقبيلته بالتنحي عن الحكم والسلطة إن آل خليفة ومن يحميهم من الدول الاستعمارية هم أولياء بعض وهم في خندق واحد ضد تطلعات المستضعفين والمسلمين في أوطان تنعم بالحرية والعدالة والتنمية وإنه بالرغم من التحديات الطائفية والتكفيرية التي تعترض مسيرة صحوة الشعوب إلا أن وعد الله سبحانه للمستضعفين متحقق وثابت وإن يوم القصاص من القتلة والمجرمين والمعذبين هو وعد إلهي لا ريب فيه نصرة لضحايا التعذيب وتحت شعار الضحايا يطار دون الطاغية ندعو جماهير هذا الشعب البطل لإحياء اليوم العالمي لمناوضة التعذيب في السادس والعشرين من يونيو وذلك بكافة الوسائل الإعلامية والفنية والميدانية والتأكيد على مسؤولية المعذبين ومن يحميهم في أعلى الهرم من جرائم التعذيب